منذ تأسيسها سنة 1975 تعمل مجموعة صواس على دعم ومواكبة الفلحة المغربية من خلال توفير حلول ناجعة ومستدامة في مجال وقاية النباتات والمدخلات الزراعية الشركة صواس هي شركة متخصصة في الميدان الزراعي وبالخصوص في المدخلات الفلاحية وطربيات الحشرات النافعة أكسيليا عندها بزاف شركاء في الخارج هي الشركة المغربية الوحيدة لتدل إنتاج الحشرات في المغرب ما يزيد على 16 سنة الأغلبية الحشرات لتدجي المغرب والنحل الطنان تدجي مستوردة وعندها مقهر طربيات الحشرات النافعة اللي كان في الشتوكيت بها وفي خدم التغيرات التي يشهدها القطاع الفلاحي على الصعيدين الوطني والدولي وعلى ضوء التقدم التقني المتعلق بالإنتاج الزراعي ركزت إدارة مجموعة صواس على التطلع نحو المستقبل والاستطمار من خلال الابتكار المتجدد في مجال الحماية المتكاملة للمزرعات الشركات الصواس ديما تتواكب الفلاح بالإنوفاسيون اللي تتحاول جيب جميع التقنيات اللي جديدة دكشي علاش عنا واحد ضيعة جريبية اللي فيها وتنجيبوا التقنيات العصرية اللي من فيها البودور الهاجينة فيها الحشرات فيها نحل الطنان وهذا الشي كله باش نواكبوا الفلاحة العصرية وعرفنا بأن المستقبل غادي في هذا الاتجاه غادي في ما يخصت الحشرات ولا الأدوية البيولوجية لأن لقطة تتبدل والمستهلكين بغاوا يكون كل شي طبيعي وتجسيدا لمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية انخرطت المجموعة بمبادرة مواطنة وإرادية في الجهود المبدولة لمحاربة الحشر القرمزية ببلادنا حيث عقدت شراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بالإضافة إلى فاعلين في المجتمع المدني والبحث الزراعي من أجل تطوير حلول للوقاية المندمجة ضد تلك الآفة تعتمد على الوقاية البيولوجية في هذا النطاق بدأت واحد البروغرام بشاركة مع فاعلين في البلاد منهم دين رام منهم نونسا اللي تنشكرها على التسهيلات اللي ممكنتنا باش نأمورطيو هاد الحشرة اللي هي عندها واحد الميزة متخصصة في القرمزية وحسب النتائج اللي توصلنا بها واللي كانت جد جد مشجعة وتنتمنى ينجح هذا البروغرام وهذا شي كله عيرجع بالنفع على البلاد ديالنا وعلى الساكنة في المناطق الجنوبية ولا المناطق الشمالية اللي منها أي طبع عبران ولا المناطق الشمالية اللي نوحي الحسيمة والريف نحن اليوم هنا لتقديم نتائج الأولية ديال تجربة المكافحة البيولوجية باستعمال واحد الحشرة جديدة واحد الدعسوقة الكوكسينيل لمكافحة الحشرة القرمزية اللي كانت ضرب صبار اللي ممكن نقول بأن النتائج الأولية جد مشجعة وجد إيجابية بالنسبة لهذه الحشرة هذي فتم استيرادها من الموطن الأصلي ديالها في شعيشة بصيفة طبيعية اللي هو المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية البرنامج بدأ أولا بالحصول على رخصة الاستيراد اللي تمت في مارس 2021 وكانت أول عملية استيراد في شهر سعود في 2021 بدنا بالمرحلة ديال المختبر كمرحلة الأولى ثم من بعد درنا تجارب في بيوت مغطات مساحة صغيرة ثم جاءت المرحلة الثالثة أننا درنا تجارب يعني في مساحة أكبر دائما في البيوت المغطات وكمرحلة أخيرة دزنا الإطلاق في الميدان في المنطقة ديال سيديفني اللي هي معروفة كمنطقة ديال السبار في المغرب بعد حوالي شهور على الإطلاق في الميدان حصلنا أيضا على نتائج اللي كتأكد ما تم توصل ليه في المراحل الأولى وممكن نقول بأن في حالات وصلنا تقريبا 100% ديال القضاء على الحشرة القربوزية في الظروف الطبيعية هذا الشيء يعطيه واحد الأمل كبير باش إن شاء الله يتطور واحد البرنامج ديال المكافحة البيولوجية ضد هالأفا هدي اللي كانت منه أنه يغطي التراب الوطني كامل إذن كمثال هدوك نتائج اللي هدرت عليهم فاتنشوفوا هذا المثال هذا حي ديال هذا جدر هذا ديال السبار اللي تغرس هنا تقريبا عام هدي فاشيلا التغرس كان صغير وكما كنتشوف هناك هناك مستوى الإصابة اللي كان كبير كانوا هدو الراكات القدام كاملين تقريبا كانوا وقتين بلاكوشني وكذلك كانت ضير به الكوشني من جميع النواحي في الأول كانت الإصابة قوية وبانوا الأعراض ديال الاسترس على الشجراء من بعد هدو الداعسوقة هدو الابريلاتور هذا بدأ يتكاثر شوية بشوية وكين لكوشني حتى وصلنا للمستوى هذا تقريبا 100% ديال الجدر كامل النقي يعني هذا الشيء اللي بقى هنا ففقت الصفة لكوشني أما لكوشني تقريبا ما بقى لها وجود هنا إذن تم القضاء على هذا 100% نفس النتيجة اللي حصلنا عليها هنا تقريبا هي اللي حصلنا لها على برا يعني في الميدان الشيء اللي كي أكد بأن هذ التقنية هذي أولا هذ الحل هذ عنده واحد المستقبل واعد لمحاربة الحاشرة القرمز اليوم بعد هذ التجارب المشجعة نجه الدعوة لجميع الفاعلين المهتمين بهذ الميدان باش نخدمه جميع ونتعونه جميع يد في يد من إجل الاستفادة من هذ النتائج واستغلالها وتوسيع دائرة الاستعمال ديالها باش ان شاء الله تغطي جميع مناطق المغرب